والله أنا من خلال كلامي مع الناس هناك في القتال وخلال الجوالات اللي عملتها في أحد الأسواق أنا شايف الناس كلها بتحلم بفعلا بتنفيذ اتفاق السلام يعني فيه رغبة فيه ايه؟ فيه رغبة صحيح جدا يعني فيه بعضهم حضر الحرب وفيه بعضهم كان في السودان فيه بعضهم كان بيسمع بس عن الحرب لكن كل الناس من اللي حضر الحرب أو ما حضرهاش هم فعلا عايزين اتفاق السلام يتم تنفيذه لأن طبعا الوضع يعني هم شايفين ان البلد فيها سروات طبيعية كتير وفيها خير كتير وفيها قوة بشرية هائلة فبيقولوا ليه احنا ما نستغلش كل القدرات دي فعلا ونقدر نبني دولة حقيقية قادرة ان هي تنافس خاصة ان الدولة الجنوب السودان فيها سروات طبيعية كتير وفيها سروات بترولية كمان بالزبط والليس كنت ألا أحداك يعني بعيدا كمان على الانتاج أو المساحات الزراعية الشاسعة اللي هناك وهي طبعا دولة من دول حوض النيل كمان هي عندها انتاج ضخمة راعوي ضخمة وحيواني عندها سروة حيوانية ضخمة جدا يعني كل ده موارد يعني الناس تقدر تستغلها وتعمل بها اقتصاد قادر ان هو فعلا ينافس الدولة الافريقية الكبيرة جدا اللي هي بتتسم بنمو اقتصادي سريع وكمان بالإضافة لكده طبعا حقول النفط يعني بصدرهم بيفتقد لفكرة المواني البحرية صحيح دي كانت مشكلة المشاكل بالزبط لكن حلال فيه يعني منقشات سياسية أو أكتر من منقشة سياسية بخصوص يعني التعاون مع دولة السودان في استغلال المواني وعودة التعاون في هذا المجال مرة أخرى يعني ترجمة نانسي قنقر